اشتركوا في القناة وانما دع الناس الى حاكمية الله ولما قبله اهل المدينة انتقل الى المدينة وكذلك علي عليه السلام نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله ولما وجد انه وحيد مع قلة من انصاره اعتزل في بيته حتى رجع الناس له وقبلوا تنصيبه فقام بالامر فنحن كذلك لا يتصور احد اننا نريد تشكيل قوة عسكرية لاجبار الناس بالقوة على قبول احمد الحسن ابدا هذا ليس منهجنا وليس طريقنا وطريقنا معلن منذ اول الدعوة وقد قلت مرارا وتكرارا ان الله ينصب خليفته في ارضه والخليفة يقدم ادلة على تنصيبه وعلى الناس ان تقبل تنصيبه فان رفضوا التنصيب الالهي فقد ضيعوا حظهم واخرتهم اما خليفة الله فلا يضره شيء يجلس في بيته كما جلس علي خمس وعشرين سنة